أهلا بكم، الألم قصة مثيرة جدا في عالم الطب الإصابات قصة غير إنها مثيرة ومؤثرة على صحة أي إنسان هي مؤثرة على كاريره أحيانا على مستقبله المهني لو هو رياضي والحقيقة إنه تطور العلوم الطبية في الفترات الأخيرة كان بيخدم هذه المنطقة، كان بيسعى إنه يحاصر هذه المنطقة إنه يجد حلول حقيقية سريعة وناجحة وبلا أي تأثيرات جانبية على أعضاء أخرى لعلاج الألم مشاكل الالتهابات العضلية، مشاكل الالتهابات الناتجة عن التهابات الأحصاب مشاكل الإصابات في الأوطار، الألم عموما إذا نتعامل معهم وطلعت علوم حديثة جدا جدا بتعتمد على تنظيم فيسيولوجية الجسم وكلمة فيسيولوجية دي كلمة مهمة جدا الفيسيولوجي هو علم ووظائف الأعضاء، وهو علم دقيق للغاية ومعقد جدا وصعب جدا إننا نظم علم الفيسيولوجي أو نجع الجسم لطبيعته ورجع الجسم للمستويات المنطقية الطبيعية بتاعة التصدي لموضوع الالتهاب والألم ده شيء مش سهل فيه حاجات كثيرة قوي أسمقها برزت بشكل كبير جدا في تعامل مع مثل هذه المشكلات الـ PRP هذه الطفرة الطبية المهمة جدا الصفائح الدموية أو البلازمة الغنية بالصفائح الدموية أحداث الطفرة كبيرة جدا الجروس فاكتور عامل نمو الاستمثل العلاج بالخلال الجزعية أحداث طفرة فيه نجوم كبار جدا في العالم اتعالجوا بالأساليب دي من زي ما بيقولوا المنطقة الطبية المتقدمة جدا منهم أسطورة السلة الأسبانية باو جاسول باو جاسول ده اتعالج من إصابات مزمنة بسبب وكانت طبعا ده راجل عالمي يعني سيرجو أجويرو طبعا نجم الأرجنتين ونجم منشستر سيتي وبعدين راح بارشلونا صحيحة واعتزل بعد كده نظر المشاكل من الكورونا وكان كبر خلاص في السن والقلب وواقع الأخير لكن فيه فترات من حياته اتعالج من إصابات عضلية ومشاكل عضلية بأساليب زي البي أربي والستيم سيلز رافا نادال رافا نادال ده من أكتر الناس اللي استفادت لأنه إصابات طبعا لعبت التنس إصابات مركبة ومعقدة حركة لعبت التنس أساسا حركة صعبة حركة بتعتمد على مفصل الرقبة ومفاصل تانية كتيرة جدا بتتحرك في نفس اللحظة ولازم تكون المفاصل دي أحيانا بتؤدي حركة مبالغ فيها فرافا نادال اتعالج من إصابات كتيرة جدا بي البي أربي وبي الستيم سيل أيضا كارلوس بويل سطورة الدفاع البرشلوني من الناس اللي اتعالجوا كتير جدا الجميل بقى الجميل إنه الخلال الجزعية في بروميسنج والستيم سيل والبي أربي في بروميسنج كبير جدا إنها تعالج وده في نتائج بحسية بيعالجوا بيها في سباقات الخيول الخيول اللي معدلات الإصابة بتاعتها عالية سباقات الخيول يا جماعة فيه بيطاري مشهور جدا نسبه بوب هارمن قال إيه الحصان يمثل وجهة من وجهة النظر الطبية كارثة تنتظر الحدوث الحصان كده حيوان تقيل ألف رطل تقريبا بيتحرك على أطراف نحيفة نحيلة ويعمل بطاقة عالية وبسرعة عالية في السباقات بيتعرضوا لإصابات كتير وقالوا أنه ما كانش في القديم إصلاح هذه الإصابات ممكن لولا التدخل الحديث بالبي أربي والاستمثل ده حاجة لازم نقف لها باهتمام شديد جدا لأنه الحصانة دي على فكرة استثمار خصوة حصانة السباقات استثمار مالي مذهل أسعارهم تصل إلى ملايين دولارات فخليني نقف قدام هذا الكلام النهاردة حلقة مشيرة جدا مع واحد من نجوم عالم الألم أكيد النهاردة هنستمتع والمخ والأعصاب وطبعا العمود الفقر هنستمتع النهاردة بحوار شديد الأهمية شديد القيمة إذا كان الحصان بيتعالج بهذه الأساليب الحديثة إحنا أولى طبعا النهاردة عنوان الحلقة كمان مشير جدا اللعبة بالنار اللعبة بالنار اسم مهمة أوي وأكيد لازم أفهمه مع ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير الأساس الدكتور أيمن أهنب أنا قصة مثيرة جدا فعالة من طب النار مهما كان لها ضرر بس ما يقدرش يستغنى عنه والالتهاب مهما كان لي ضرر الجسم ما يقدرش يتخلى عنه الإصابات قصة غير إنها مثيرة ومؤثرة على صحية أي إنسان ومؤثرة على كاريره أحيانا على مستقبله المعني لو هو الرياضي المسكن بيدرك على المضى الطويل وبيمنعك من إنك تتخلص من الألم أو كنت علجته بدري وتخلصت منه وتخلصت من المسكن دي حالة أنا خدت فيها قرار الجراحة ده ديسك ضغط على الحبل الشوكي وكان مؤثر عليه جامد وبدأ يحيخش في جلطة في الحبل الشوكي في عرق النساة اللي إحنا عارفينه ده عامل زي الكورباج اللاسعة كده بتيجي كهرباء في الرجل أثناء المشي تخلي المريض ما يقدرش يكمل من شوكه يعني خمسين متر يقعد عشر دقيق يقعد وبعدين يرجع يمشي تقري فدي ينام يريح يبقى كويس ده نزل أغضره فيه مريض الألم مريض ينبغي أن نخف جنبه وتنطور البحث العلمي بشكل كبير جدا ينطور الأساليب العلاجية بحيث أنها تنقذه من مصير أخذ أدوية وربما أدوية بدون إشراف طبي وربما يعدده ويدخل في مرحلة مخيفة جدا مريض الألم ويدخل للمخطرات ودي حاجة ينتهى المخطر الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا اسمحوا لأن رحب طيف العزيز واحد من رموز طبعا علم علاج الألم وعلاج مشاكل العمود الفقري الاسم الكبير أستاذ دكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري الأستاذ بكلية طب أصر عيني جماعة القاهرة صاحب دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم من ميلانو الإيطالية وزميل الجمعية العالمية لمنظير العمود الفقري بفرنسا أهلا بك دكتور أيمن أهلا بكتور أيمن منورنا الله يخليه اخترت عنوان اللعب بالنار هذا عنون مسير جدا جدا لأن النار لازم تكون موجودة علشان تكون في حضارة من غير نار مفيش حضارة النار في الجسم تمثل الالتهاب مفيش الالتهاب في الجسم مفيش شفاء يعني النار مهما كان لها ضرر بس ما نقدرش نستغنى عنه والالتهاب مهما كان لي ضرر الجسم ما يقدرش يتخلى عنه لإصلاح نفسه فدلوقتي المشكلة عندنا أن النار لو استعمالها محدود بتأدي الغرض لو فلتت بتعمل كرسى الجسم كده أول ما تبدأ فيه الإصابة يبدأ استعمل الالتهاب لتصليح الإصابة بينجح في معظم الحالات أحياناً تنفلت منه والمواد الالتهابية اللي هي السايتوكين والإنترلوكن يزيدوا قوي فيبدأوا يعملوا أمراض زي الفايبرومالجا التلاف العضلي أو ساعات تنفلت منه في وجود فيروسات زي السايتوكين ستورم في الكورونا عدريك عارفها طبعاً فدي موجة التهابية بتكسر كل الجسم بسبب أنه بيعالج نفسه من الفيروس فكسر نفسه فده اسمه التدمير ذاتي إعصار للسايتوكين فبيعمل تدمير ذاتي أو ساعات عملية الإصلاح والالتهاب لا تكتمل فتبقى الإصابة مزمنة يعني لو أنت عندك قوة دفع لقطار اسمه قطار الشفاء فلازم معاه قوة التهابية قوية علشان نحركه إذا تحرك خلاص هيعدي بالمراحل بتاعته اللي هو فكل المراحل دي في التصليح بتبدأ بقوة الدفع اللي هي قوة النيران اللي التهابية اسمها الحد الأكيوت لو فشل إن تكمل القطارات وربعات توقف على كده وتبقى نسبة التهاب بسيطة اسمها كرونيك مزمنة ودي ما فيش خروج منها للأسف لأن فرصة التصليح الأولى عدت فالقطار أغلق أو تنفلت منه ويولع في بقية الجسم فاسمها تلايف عضلة بيأثر على إيه بقى للتهاب المزمن في التلايف العضلة وغيره بيأثر على المخ بيعمل اكتئاب بيأثر على الديبوستيشو اللي هو الدهون بتعمل إنسولين رزيستنس خلي الواحد يدخن بتأثر على الكبد بتخلي ما يطلعش هيموجل بن كويس فيجيب لك أنيميا بيأثر على المفاصل فيها تآكل على التهاب السينوفيا الممبرين اللي هو الأخشية فيعمل رشح فيقعد يكسر كده في الجسم والجسم يتفرج عليه مش قادر يبدأ التصليح لأنه خلاص القوة للتهابية الأولى انتهت فدي مشكلة اللعبة بالنار اللعبة بالنار إنك ما تسيبش أو بمنع صح تتدخل بشكل خطئ فتمنع التوالي بتاع أساليب صحيح الجسم في التعامل مع الالتهاب صح الجزء الجاي ده أهم جزء في الحلقة على الإطلاق لأنه ده واحد من الحاجات اللي حضرتك نورتها كثير طوال السنوات طوال الفترات اللي فاتت الانزلق الغدروفي في عقلية المصرية العقلية العربية أول حاجة بتيجي في دماغي بن أدم على طول يعني وبتثبت يعني لحد قال لحد انت عندك انزلق الغدروفي بيفضل عايش بهذه الفكرة حتى ما يخف برضو بيرجع يقول حتى لو جه عند مثلا حضرتك عند أي حد من الزملاء قال له لا انت ما عندكش يا ابن انزلق الغدروفي انت بتعيش على الوهم ده ومن هنا في ترم قلته برضو بتاعك من زمان قوي اللي هو الجريزون المنطقة الرمضية دي حاجة بتاعتها كده اشرح لنا بس الأول أشباه الانزلق الغدروفي واشرح لنا تاني ماذا تقصد بالمنطقة الرمضية اشباه الانزلق الغدروفي اللي هي ألام في نفس المكان بس مش جاية من ضغطة العصب في القناة العصبية جاية من خارج العمود الفقري اوكي فالغدروف دي ألام جاية من داخل العمود الفقري ليها منظر والألام الخارج العمود الفقري ممكن تدي نفس المنظر بس التشخيص الدكتور بيطلع الفرق العين مستحيل لطلع الفرق زي العقد العضلية دي من أشهر الحاجات ونتيجة تشيل الحاجات تقيلة عضلة الكاتفة بتتمزق فتبدأ تطلع ألم تعمل صداع تسمع في الإيد تنميل بس احنا بالكشف بنلاقي حاجة اسمها تندر بوينت يعني نقط مؤلمة التهبية او مؤلمة دي أكتر حاجة بتبان إنما حركة الرقبة ما بتفرقش ساعات الغدروف مع حركة الرقبة بتفرق ساعات تلاقي العضلة خاصة ساعات تلاقي قوة إيده ضعفة طبعا لو تطور أكتر من كده بيأثر على حركة الرجلين والماشي الجريزون دي منطقة غايبة عن الطب وغايبة عن المريض يعني معظم الأطباء ما يدروش حاجة عن ألام العضلات بسبب إن تشخيصها صعب وما لوش أدلة أدلتها الكشف كمان أعراضها متدخلة مع الغدروف فالأسهل إن احنا نبص على الأشعة على طول مش الأسهل إن احنا نعالج المريض زائد علاجها كمان صعب شوية فعلشان كده ما فيش تخصص داخل فيها وقعها في الطب يعني نشرحها أكتر إيه هي الجريزون نرجع للصورة اللي فاتت عشان أنا عايزة فهمها إيه هي بقى الجريزون الجريزون إن مريض يا إما عنده غدروف فده معروف إنه عنده غدروف ولي حملائي إنما مريض تاني كويس وسليم ده يبيا ده سود المنطقة الرمضية دي دي تشمل عدة تشخيصات بيتغلط فيها كتير جدا منها دي شرايين الرجلين دي أسباب عدم القدر على المشي بتتخلط مع دي القنة العصبية اتنين ألام العضلات وخصوصا عضلات الحوض ومفاصل الحوض بتتخلط مع اللي التهاب نتيجة الغدروف تالت حاجة حاجة اسمها بايرفوم سندروم عضلة أفل على عصب الرجل بتعمل ألام عرق النسا بس من العضلة مش من العمود الفقر بدي شبهه بالزبط بالزبط ضمور العضلات بيعمل ألام عضلات شبه جدا ألام عرق النسا تلاف العضلي بيعمل كل أعراض كل الأمراض يعني مريض التلاف العضلي ده أصلا مريض عادي وسطنا ما حد تشخصه وعمل يشتكل كل الناس بكل الأمراض أنه عنده غدروف عنقي وعنده غدروف قطني وعنده قشونة وعنده التهاب وعنده الاكتئاب وعنده تنميل وعنده عاجات كتير قوي فالناس دي وقعة في الجري زون ما حدش عارف يطلحها لا هي لقية تشخيص عدل ولا لقية علاج عدل ولا عارفة عندها إيه بقى لها سنين فبتضطر تعالج نفسها وبتدور على الخرفات ده وذول بقى محد يتقال له أنت عندك ساتكة عندك عرق الناس وهو عنده العضلة هي اللي ضغط على العصب هم وإحنا متصورين أن اللي ضغط على العصب هو الغدروف وهي العضلة فهقعد عالج في الغدروف هعمل عملية في الغدروف وهو والآخر والعن مش هتحسن صحيح فيقول لك الألم رجع لي تاني الغدروف العملية بازت صحيح يعني مش العملية بازت مفيش عملية أساسا يعني ما كانش فيه داعي للزراحة في الحالة دي في الحالة دي دي منطقة رمضية مهمة جدا عاملة زي الضباب يا فعلا تسميها صحيحة لمنطقة الضباب دي في فيلم اسمه الضباب فيلم مهم جدا في السينما الأمريكية والنسبة دي من المرضى كتير على فكرة كتير جدا يعني غالبات المرضى في الجريزون مرضى كتير جدا في منطقة يعني حضرتك من من ألام الغدروف الحقيقي لا تتجاوز 5% من ألام الظهر والرجل ف95% واعين في الجريزون 95% ليسوا بالفعل بسبب طبعا ظهور الرنين المغناطيسي قطر جدا حالة الغدروف اللي هي أصلا كان موجودة بس يعني مش متشخصة غدروف بسبب الرنين نعم فأي حاجة خفيفة خارجة مكانها تسمى غدروف بس ده غلط يعني لازم يبقى فيه تفصيل كويس لتقرير الأشعة ما هو ده المقلبة جماعة نحن نعمل الرنين فنشوف حيطة غدروف طالة فاكتب غدروف وانت بتشيك من قلم القلم جاي من العضلات وجاي من العضلات وهنا مقلب جامد قوي بس خارج العمود الفقر بس خارج العمود الفقر فمش هيشوفه الرنين صحيح مش هيشوفه الرنين وهيقول ده فيه غدروف فهو لا بيكذب واللي معندوش خبرة كافية صحيح لو حد ما عندوش خبرة كافية هيقول له انت عنده غدروف فهو برضو لم يكذب ما هيعايز خبرة برضو هقف قدام كيف نضع بروتوكول العلاج بروتوكول العلاج لازم حكتين أولاً زي ما احنا قلنا كل عين لازم يبقى متشخص التشخص بساعه اللي هو دخل الباب بتاعه بالضبط وبعدين العلاج الأسلم لحالة المريض اللي في مصلحته باختصار يعني لو مريض عنده مشكلة وداخل على ضعف في العضلات أو شلل بسبب مرض لازم نبدأ بالجرح مش هنديله فرصة أنه احنا نفقد أعصاب أو نفقد خلايا لو مريض فرصة الجرحة عنده محدودة وسنه كبير وأمراضه كتير فيستحسن نبعد تماماً عن الجرحة الجرحة هو خروج من المرض غير كامل غير مضمون العواقب يعني زي ما احنا اتفقنا أنه ممكن تتقسم حالة المريض 20% التهاب أعصاب 30% انزلات قضروفة 50% خشولة هنخش الجرحة مكسبنا لوحيد 30% وتبقى 70% مدايقينه فإحنا مكسبناش كده قدامها مضاعفات ممكن تحصل ولا لا فده خروج غير كامل غير مضمون العواقب نخش إمتى لما يكون في حالة طوارق حاجة اسمها كودا إكوائنا سندروم يعني قضروف قطع التحكم في البول والبراز وسقوط مشترك أو يكون في غضروف عنق يمأثر على الحركة سن المريض صغير حيفضل معرض أنه معرفش يمشي لازم ننقذه غير كده الاستفادة محدودة في علاج الألم يعني مصدر الألم غالبا ما بيكونش غضروف لوحده ففي بدايل ممكن نلجأ لها وبعدين ننتهي بالجراحة لو فشلنا تماما البدايل دي هنعد بقى الفيزيولوجية الجسم فيها كل هذه البدايل صحيح اه ايه يوم بقى احنا نرجع تاني لعنوان الحلقة اللعبة بالنر نعمل تصليح محدود عن طريق التهاب محدود متحكم فيه يعني نرجع الجسم تاني لفرصة الشفاء بتاعته اللي فشل فيها بس احنا ننقضها ونعدي مراحل اللي فشل فيها ونديله عوامل النمو اللي محتاجها كان يعدي بها زي ما نديجي ندرب مثلا مثلا الناس على تدريبات عسكرية اللي بيسموها يعني منورة عشان يستعدوا للحرب الحقيقة صح بالضبط وتديله كل حاجة عايزة تقنية حرب حقيقة صح فاحنا بنعمل كده مع الجسم الجسم كان حيعمل كده بس فشل ومش حيعمل تاني فاحنا في علاجات اسمها الريجينرتف ميديسون علاجات بنائية دي بتوجه تاني التصليح في مصاره الطبيعي اللي وقف غلط في النص ومكتملش أو انفلت من الجسم وولع فيه فبنرجعوا محدود متحكم فيه أحسنهم في النتائج حقن الصفايح والبلازمة أو الـ PRP من دم المريض أو فيه حاجة اسمها الأورثوكين ده طريقة معدلة علشان نعمل أفل لي أو بلوكيج للإنترلوكين في الريسبتورز بتاعة الخلايا نقفل المناطق اللي بتخش فيها عوامل التهبية من الخلايا فدي أحسن بكتير لما يكون عندك نار تطفيها وبعد كده تبدأ التجديد فإحنا ده أحسن اتنين يعملوا بيطفو النار وفيه طرق أخرى لمرضى استجابتهم أضعف دايماً إحنا بنتأثر بالبيئة اللي حوالينا لو حد في جو مش مناسب تلوث أكل وشرب غير متوازن وزن مناعة كل ده بيأثر في كمان قوة استجابة المريض أو شفاء المريض فبنحاول نحفزها بطرق تانية وإحنا ما عندناش حاجة متحايزين لها يعني إحنا زي ما قلت حضرتك في عدة طرق للعلاجات البنائية أحسن اتنين بي أر بي والأورسو كين يعتبروا الجيل الأول والجيل الثاني بعد كده نعالج نجدد مادة الكولوجين دايماً الناس بتفتكر أن الكولوجين بشرة وجلد الكولوجين 35% من بنية الجسم بروتينات يعني أول ثلاث أنواع عضم ومفاصل وغضريف وآخر نوعين اللي هو الرابع والخامس ده جلد وكنك تفتشه اللي هي الأنسجة الضم يعني هو موجود في كل منطقة في الجسم ففي علاج كمان اسمه حقن الكولوجين ده براند إيطالي متسجل في مصر وبنستعمله والفكرة الرئيسية حتى في البي ار بي إن جسمك يفرز مادة الكولوجين بخلايا يسمعها الفايبرو بلاست يعني البي ار بي في 37 نوع من عوامل النمو بيتدخل 37 نوع من الخلايا البناء منهم الفايبرو بلاست والستيم سيلز والفاسكولور سيلز اللي هي بتعمل دورة دموية للأنسجة الجديدة ويبدأ بقى القطار يعدي في مرحله اللي هو الريجنريشن والماتيوريشن والموديوليشن بتاعت الأنسجة اللي هي تتشكل زي الأنسجة القديمة تماما بحين الكولوجين فين في الجسم؟ الكولوجين بتحائن ساب كتينيس أو ممكن انترا أرتيكلور جوه المفصل أو في المصل يعني على حسب إحنا عايزين نوصله الفين وعلى حسب الإصابة فين في الليجمنت في الأربطة دي خصط حية ولا في العضلات ولا في المفصل نفسه أنواعه مختلفة عايزين نعالج العصب ولا العضلة عايزين نعالج الغضروف ولا التهاب الأربطة أو مزء الأربطة ففيه أماكن وطرق وتكنيك مختلفة بس كل الحق نقامن وبسيط ما بيوجعش زي الحاجات دي وبيجدد معظم مناطق الجسم هنا مثلا في واحدة من الإصابات المشهورة لعيب الكورة سواء مفصل الكاحل أو وطر أكيليس ده سيئ جدا جدا ده ده بأنهى لعابين أنا حيات لعابين كتير للأسف وناس كتيرة بتقعد إصاباته ربعض يعني كل ما يعني يبدأ يتحسن رجله تتني تبدأ تتمزق أو يجبسها أو عمل عملية وحصل سكار في الليجامنت يعني التحم بأنسجة لفية فما بقتش تقدر تشيل الوزن ضعفت يعني فهو بيجددها تاني تينيس قلبه ده من حاجات المشهورة برضو أي حد بيرفع حاجة قيلة دايما يتمزق ويبدأ يعمل ألام في إيده عنيفة ده برضو ممكن تتشخص غلط وظروف بس ده اسمه تينيس قلبه التهاب وطر التهاب وطر اليد اليد طبعا مفصل الكتف برضو ممكن فروزن شولدر أو برضو يتشخص غلط أنه غضروف أو ساعات بيبقى نتيجة حاجة اسمها البريكيا البليكسس انجري التهاب في الدفيرة العصبية بيعمل دمور في عضلة الكتف ويبدأ يعمل تهابوس في مفصل الكتف فبرضو بيساعد البي أر بي خنقة العصب دي مشهورة في السايدات ده خنقة العصب مشهورة في كله أيها هو علمين في الكتب والستات أكتر الفميل أكتر لكن احنا بنشوفها في كله في كله صحيح هي برضو من أحسن نتائج فيها حقن البي أر بي والبروس فاكتور دي دي بتخلي السايد بتقدرش تمسك حاجة يا عيني والراجل مقدرش يسوك هو بقى كله موبايلات دلوقتي وكله قدمنا مميلة برضو فبقى يعني المنظوع مشهور حقيقي ودي برضو عقدة العضلية دي حاجة مشهورة جدا دي ترابيزيس دي من أسوأ الحاجات اللي بتعمل ألم ومزعجة جدا لمعظم الناس حس انك ماشي متكتف لكن جبل شايله على كتفك فبرضو حقنها بيفكها والعضلة بتبدأ تجدد نفسها ونتائج كويسة حقن العقدة العضلية كل الناس عندها عقدة عضلية ما فيش حد ما عندهوش لا ما فيش طبعا مع التكيف وال التكيفات يا خرابي التكيفات دي مدمرة وفي ناس بتقعد كديرها ويتشغلها على الكمبيوتر الكمبيوتر وتكيف صحيح يعني هو عنده كل عوامل يسوأ يعني الكمبيوتر تكيف يسوأ كل عوامل كل عوامل هو لما روح يتفرج على التلفزيون فهو كده كده وحياة الناس بقت قلها على كراسي سيدنتري لايف اه كراسي صحيح البي اربي او الاحساليب الحديث هو بلورو سيربي برضو برولو سيربي ديكستروز 25% برضو مستو بيعمل بقى في الاربطة اقوى جدا يعني الحالات اللي عايزين نقوي الاربطة سواء قلصنا بي ار بي او في النص بنستعمله زائد البي ار بي بيساعدنا في حاجة اسمها دي القناعة العصبية بسبب الخشونة فزي ما قلت حررك هو الانواع مختلفة للعلاجات البنائية اختيارها على حسب حالة المريض حسب استجابة المريض والمرحلة اللي عايزين نعديها ونوصل لها لان العيان حالته بتتعلق على كذا مرحلة وفي الاخر بنوصل ان احنا نتمم الشفاء بان احنا بنبدل ان شاء الله عندي اسئلة بقى سريعة وايجابات سريعة لا تفضل السؤال السريع الاول دايما السؤال ده بناس كتير دلوقتي المفروض تسأله وتفهمه بي اربي يحتاج الى طبيب متخص او معنى صح تخصص علاج الالم لانه بي اربي ناس كتير دلوقتي للأسف من دخلاء على الطب بحنوم او من دخلاء على التخصص زي ما حرج بتقول انا بيجي لي ناس بتقول لي انا تعليقي الى 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 اربي وما فيش نتيجة اه هو كده يعني حرق فرصته المثالية في الشفاء بالى الى الى اربي الى اربي هو تركيزات مختلفة نتيجة فصل بقى جهزة مختلفة زائد كمية العينة اللي احنا اخدها قد ايه تناسب حالته زائد طبعا نرجع للبداية خالص التشخيص احنا ماشيين فان اتجاه هلا أصلا هو ده علاجه ولا لا هل علاجه لا واحده ولا لا اللي بعده كمان مكان الحقن وتكنيك الحقن وكام مرة هناخدها واستجابت المريض ماشية ازاي الأدوية المساعدة ايه حاجات كتيرة جدا بتفرق طبعا فعلشان كده زي محرك بتقول طبعا يعني هو الموضوع بقى منتشر شوية وبقت ناس غير متخصصة والفشل معاهم بقى أعلى فبقت نستبعده في اللحقن قبل كده مش هكرره هنحاول نشوف بديل بس لما بيرجع ياخده تاني بلاقي النتائج مختلفة ده معناه ايه ان كان بياخد ماء ان كان فيه مشكلة يعني كان فيه مشكلة في عدة طرق في التجهيز صحيح التجهيز زي محرك بتقول التركيز نقط الحقن التشخيص الكمية اللي بناخدها حاجات كثيرة قوي مرتبطة بحالة المريض ومرضه فعلشان كده مالوش لازم انضيع فرصة العلاج على حد النهاردة حوار ممتع جدا وساعدتك نوارتك العادة وابدعت شكرا دكتور دكتور في واحدة من أجمل الحلقات أنا نفسي قعدت النهاردة استمتعت وعلى فكرة النهاردة يستفيد جدا الفيلد الرياضي المجال الرياضي كله يستفيد النهاردة من الحوار بتاعنا وطبعا الناس العاديين لأن الناس كلها دولة تبتلعب الرياضة مالبطوبيسات والجاري ولا الأكل العيش ما هو ده الرياضة ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور عيمان عينب أستاذ جراحات المخوى العصاب والعامود الفقري الأستاذ بكل الطباء أسرعين جامعة القاهرة صاحب دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجيا الجسم من ميلانو الإيطالية وزميل الجامعية العالمية من المناظر العامود الفقري الفرنسية كان ضيفي في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور